اشتركوا في القناة صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة والأهمية التي توليها الدولة لتعزيز علاقاتهم على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية لا سيما في ظل الوقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل طال تأثيرها العديد من دول العالم أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس وقيادات الكونغرس الأمريكي تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات السنائية بين الدولتين لا سيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر حيث تمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر لا سيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وكذلك في قطعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء واستصلاح الأراضي الزراعية كما تناول النقاش جهد مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ المواطناء وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية تم التبحث حول العديد من الملفات على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيتها الجيوسياسية والاقتصادية وصبل تعزيز السلم والأمن الدوليين إلى جانب المستجدات على السحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات لا سيما في السودان وليبيا وسوريا حيث تم التوافق حول أهمية الإسراء في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد كما تطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حاليا بين مصر وإسيوبيا والسودان حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول السلاس تناول اللقاء كذلك تطورات القضية الفلسطينية حيث أشاد الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري أعلى المستويين التاريخي والراهن في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه وأكد السيد الرئيس من جانبه موقف مصر السابت في هذا الخصوص بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلاة بما يفتح الأفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة